قال هل يدخل الزبيب في الأشربة المسكرة إذا وضعه في الماء 12 ساعة يختلف من بلد إلى بلد فأحيانا تكون البلاد حارة فيتخمر سريعا وأحيانا تكون البلاد أو الموسم باردا فربما يبقى يومين أو ثلاثة لا يتخمر وهناك طريقة تجعله لا يتخمر إلا عن بعد وهي أن تفوره في الماء ثم تتركه ففي هذه الحال يبقى فترة طويلة ممكن إلى خمس أيام إلى أسبوع ما يتخمر أيضا بعدما يتنقع ويصبح جيدا يوضع في الثلاجة أيضا ما يتخمر عن قرب فهذه محاولات وإلا فيعني 12 ساعة 18 ساعة حولها يكفي وهذا نقيع الزبيب الذي ليس عنده سكر هذا نافع جدا وقوي جدا في تقوية الذاكرة تقوية المناعة وفي عافية الأبدان لكن لو يسأل الله عندك عصارة بعدما يتنقع يصبح منفخ كالعنب اعصره في ماءه ولا تزيد عليه لا تحتاج شكر ولا شيء هو منقع في ماء نعم مثلا هذه قارنة الصحة نصفها زبيب ونصفها ماء صبه في العصارة واعصره بماءه فقط ثم اشربه خاصة لو كنت على الريق هذا نفعه قوي جدا نفعه قوي جدا في مجالات كثيرة ستشعر أنك أنك تشرب عسل من أحسن أنواع العسل ترجمة نانسي قنقر